بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ببرقية تهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد والذكرى 11 لثورة 25 من يناير وفي برقيتها أعرب رئيس مجلس النواب باسمه وباسم عضاء المجلس عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 من يناير مشيرا إلى تذكر شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية ترابى مصر الطاهر والذين يتواصل عطاؤهم ولم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن كما أكد رئيس مجلس النواب أن رئيس السيسي وقف مع الشعب في فترة والت نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج وسد عنه مطالع الفتن وأدرك بحسه الوطني منذ أن تولى قيادة مصر أن خطابه يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراره يجب أن يقاس بمصلحة مصر فأعطى جهده لإعادة بناء الوطن كما بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة لاحتفال بعيد الشرطة متقدما بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الوطنية التي نتذكر فيها رجالا صدق معهد الله عليها فدفعوا أرواحهم ثمنا غاليا فداء للوطن وحماية لطرابه المقدس